الكل هيعمل ما نطلق عليه كده باللغة الإنجليزية الأفترماث حسابات ما بعد المعركة حسابات ما بعد الحرب مش مين خسران ومين رابح بالمناسبة لا أحد خاسر فيما سبق الخمسين يوم دول ولا أحد رابح إزاي يا يوسف واحدة واحدة فلسطين خسرت خسرت على مستوى الأنفس خسرت على مستوى الأرواح التي أزهقت الشهداء الذين ارتقوا لا يعني جنات ربنا سبحانه وتعالى خسرت المصابين بس نفس الحال حصل في الجانب الإسرائيلي وزي ما بيقولك في الأفترماث ده ممكن تقعد تحسبها حسبة تانية خالص إن المقاومة قدرت إنها تهدم نظريات الأمن الإسرائيلي مثلا تقدر تقول إنه لأول مرة الجانب الصهيوني يفهم أو يستوعب أو يستشعر طعم النزوح أنت بتتكلم على تقريبا 250 ألف من آدم من المستوطنين غربوا اللي كانوا في غلاف غزة دول غربوا نزحوا للداخل الإسرائيلي إسرائيل عمرها ما شافل ده في عمر هذه الدولة إن كانت دولة من سنة 1948 لحد دلوقتي عمرهم ما شافوا ده ما يعرفوهوش ما يعرفوش هذا الطعم المر فده ضرب لنظرية الأمن الإسرائيلي بلد بتمتلك تكنولوجيا سلاح بتفاوقة جدا محدش يقدر ينكر وفي الآخر خالص اتعرضت إلى هذه الكارثة الأمنية بالنسبة لهم وده اللي بتكتبوا الصحافة بالمناسبة عندهم ده اللي بيدور مش بس داخل الغرف المغلقة ده يدور على المقاهي الإسرائيلية يعني هم يتحدثون في ذلك هذا هو ما ينشر هذا هو ما يقال على شاشات التليفزيون إنه في عندهم كارثة كبرى إحنا من ناحيتنا بالتأكيد في فلسطين عندنا خسائر عندنا خسائر على مستوى الأرواح عندنا خسائر على مستوى المصابين عندنا خسائر على مستوى القطاع الذي يضرب إحنا بنتكلم على أكتر من 90% من البنية الأساسية اللي كانت موجودة في غزة اتضربت الفلسطينيين بقدر ولازم تقعد تفكر معايا في ده زهن يعني داخل زهنك بقدر فرحته بالهدنة يعني فاكر لما كنا بنكلم أحد الأطباء وقال لنا بدنا نعيش يسيد يريحونا كم يوم وبعدين يرجعوا يضربوا تاني بس نتنفس شوية انت متخيل وصلوا لحد فين؟ طيب عندما يعود الفلسطينيين اللي اتحركوا من الشمال للجنوب ويبدأ يرجع تاني للمدن أو للأحياء الشمالية في هذا القطاع هل هو بيعود مرة تانية لحياته؟ لا هو بيعود لأطلال هل هو بيبحث دلوقتي عن الحياة؟ هو بيبحث عن شهداء آخرين موجودين تحت هذا الحطام وهذا الركام بقدر ما هي خسارة؟ بقدر ما هي بتبقى باعث أكبر على السبات هيفضل موجود على الأرض مش هيمشي الفلسطيني مش هيمشي مش هيمشي لأنه رغبته ضد أنه يترك الأرض كان تركها من مئة سنة هو يتعرر للمدابح بقاله أكتر من مئة سنة على إيد العصابات الزهيونية وقلت لك أسامي عصابات زي هاجنة زي شتيرن زي أراجون زي أنسل إلى آخره ولم يترك الأرض لم يترك الأرض طيب تعال نشوف الجانب الآخر أفترماث برضو الجانب الصهيوني الجانب الصهيوني أصبح بيتكلم مقالات تتحدث عن أنه هو لو إحنا عاوزين نستقنى في الحرب يا طرى هل طرى هنقدر نعمل تعبئة طب الولاد اللي نزلوا أجازة دول هيرجعوا تاني عنده نحيته ده أصبح مناقشة يعني أفترماث بيتكلم على الاقتصاد يعني أعادة بيحسب بقى الاقتصاد أنا خسرت تأدئيه هخسر أدئيه بخسر أدئيه في قطاع السياحة تكلفة الحرب بالنسبة لي كيتعاملة إزاي يا طرى التابعات الاقتصادية دي هتستمر معايا كيان صهيوني محتل إلى إمتى هما نفسهم بيقولوا إحنا بنتكلم إنه 24 كلها هيبقى فيها تابعاتها هتبدأ تخف بمرور الأسابيع والشهور وصولا إلى نهاية 24 لكن هيفضل فيه فاتورة اقتصادية باهزة هما مقدرينها بعشرة في المئة من حجم الموازنة حتى هذه اللحظة نهينا عن 20-24 بيتكلم عن إنه اللي بينزل أجازة ده هو هيرجع تاني طب أنا اللي عاوز أكمل حرب هقدر أعمل بالعكس ده هما عندهم تخوفات حقيقية إن الولاد هيرفضوا يعني الولاد اللي ما في سن التجنيد ولاد أو بنت يعني هو من سن الستاشر أصبح في سن التجنيد بالنسبة له وإلزامي وإجبالي العيل مش عايزة تروح تعالي بقى ناخد بعضنا على نقطة تانية وهي شديدة الأهمية ألا وهي ماذا بعد السيناريوهات القادمة إحنا بنتمنى إن السيناريوهات القادمة هتبقى المزيد من تمديد هدنة فتمديد فتمديد لحد ما نوصل إلى وقف إطلاق نار الوصول لوقف إطلاق النار ده هي البداية بقى الحقيقية إنه إحنا طيب يا جماعة لازم نوقف ضرب خالص ما بين الجانبين مش بنتكلم على هدن لإحنا عايزين نعمل اتفاق إن إحنا موقفين من التاريخ الفلاني وحتى التاريخ الفلاني مع تثبيت وقف إطلاق النار من الجانبين علشان نبدأ نشتغل مش هنبدأ بقى العملية عملية السلام الشامل في المنطقة هنبدأ نشتغل على عملية السلام الشامل في المنطقة اللي قد يكون لها سيناريو واحد واثنين وثلاثة وكنتنجنسي وبلان بي وما إلى ذلك ودي طبيعة العمل السياسي والتفاوض المستمر اللي هيبقى حاصل ما بين الجانبين وبالتأكيد مصر هو وسيط رئيسي وبالتأكيد الأمريكان وسيط رئيسي فيه إقرار عملية السلام في المنطقة لأنها مش هتبقى مجرد عملية سلام عادية احنا هنبقى بنتكلم المقاربة المصرية التوجه المصري احنا بنتكلم ان احنا عاوزين نوصل في مرحلة ما لدولتين بحدود هتيجي تقولي انت متخيل ومتصاق لك المفاوض المصري بالمناسبة عملها قبل كده